السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة نتعرف وإياكم عن الدعاء الناصري الدعاء الناصري هو توسل يقال في الأزمات حينما تقع على الأمة أزمة من الأزمات إما أمراض وإما أوبئة وإما كوارث طبيعية وإما حروب والصراعات فإن الناس يقرؤون الدعاء الناصري للعلم الشيخ الصالح سيد محمد بن ناصر هذا الدعاء اعتاد الناس أن يرددوه كلما كترت الفتن وكلما كترت السراعات فالتاريخ هو مليء بهذه الأحداث المؤسفة وحينما يعجز الناس عن إيجاد الحل فإنهم يتوجهون إلى الباري عز وجل وهو توسل فيه نفحات ربانية إلهية فيه أن العبد يطلب من الله تعالى أن يبعد عنه الآلام ويحقق له الآمال دعاء خالص لله تعالى لا وسيلة فيه لبشر والمجرب عند الصلحاء أنه ما دع به عبد إلا قضية حاجته مطلعه أنه يقول يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المدتر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مجيب كل من دعاه بك استغتنا يا مغيث الضعف فحسبنا يا رب أنت وكفى دعاء طويل هكذا إلى أن يقول في خاتمته يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي هذا يسمى دعاء الاستغاثة يدعو به المستضعفون ويطلبون من الله تعالى الأمن والأمان والنصر والعزة فيه يا من إلى رحمته المفر الفرار إلى أين لما تكتر الأزمات إما صعوبة العيش وإما أمراض وإما كوارث وإما حروب وإما غير ذلك والإنسان لا يكاد يجد الحل المناسب ماذا عليه أن يفعل لا ييأس من رحمة الله ولا يضعف وإنما يفر إلى الله يفر إلى رحمته من سخطه والفرار أيضا قد يكون بسبب النفس وغفلتها وقد يكون بسبب ظلم الناس يحكي لنا ربنا عز وجل كيف أن الأنبياء والمرسلين والصلحاء عبر التاريخ حينما يواجهون هذه المدلهمات وهذه الصعوبات كلهم يفرون إلى أين إلى رحمة الله الواسعة قال عن سيدنا إبراهيم الخليل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هنا سوف يعبر عن هذا الرجوع بالذهاب لا بالفرار لأن الذهاب إلى الله تعالى فيه معنى الطمأنينة والسكينة والمشرى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أما الفرار إلى الله تعالى فيكون لما تكتر الأزمات وتكتر الحروب ويكتر الضمار والخراب نبحث عن الحماية نبحث عن الأمن فنلود بمن نلود بالله تعالى ففروا إلى الله هكذا قال ربنا عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كان معظم الأنبياء يكررون هذه العبارة يقولونها لأتباعهم حينما تكتر في حياتهم الصعوبات حياة البشرية كلها مليئة هكذا ما نعانيه نحن في عصرنا هذا ومجرد فقرة من الفقرات أو حلقة من الحلقات وإلا فتاريخ البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فيه محطات صعبة للغاية إما حروب إما نكبات إما صراعات إما غضب للطبيعة أو غضب الله في زلازل وبركين وفيضانات وغير ذلك وإما ظلم وعدوان هنا ربنا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ربنا عز وجل سمى الرجوع إليه فراراً لأن في الرجوع لغيره مخاوف ومكاره بعض الناس لما تشتد بهم الأزمات يفكرون في الرجوع إلى جهات معينة يفرون إلى قطاعات معينة ولكن الله تعالى أخبرنا بأن أي جهة اتجهت إليها تطلب منها المساعدة لتدفع عنك المخاوف والمكاره فإنها ضعيفة كنسيج عن كبوت ولكن الوحيد والأوحد الذي هو الذي يساعدك ويقدم لك القوة والمدد هو الله عز وجل فيفر العبد إلى ربه يفر من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا لطالما مرت به ظروف صعبة لطالما مرت به فترات كان فيها هناك عناد للمشركين وكانت هناك حصار اقتصادي واجتماعي وكانت هناك حروب وكان هناك فقر وتضييق فماذا كان يقول في خضم الأزمة يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا أحصد نتناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك في الأزمات الإنسان عوض أن يبكي ويندب حظه التعيس ويطرق أبواب البشر عليه أن يطرق باب الله تعالى يلجأ إلى الله اللجوء المضطر المضطر يلجأ إلى الله تعالى لأن الله وحده عز وجل المتفرد بالقوة والمتفرد بالمنع والنفع والعطاء والرحمة وكيف نعود إلى الله أحسن طريقة وأسهل طريقة هي أننا نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لأن الدعاء له فضل عظيم وقيم عالية من أنجع الطرق والوسائل التي بها ربنا عز وجل لا يمن على عباده الضعفاء وعلى عباده المرضى وعلى عباده الفقراء حينما يغيب عن الإنسان تغيب عنه نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام ماذا عليه أن يفعل يلجأ إلى ربه عز وجل ينجيه من كيد الظالمين ويكون ربنا وحده السلطان عليه لكن الناس عادة يزهدون في الدعاء الناس في الدعاء أصناف هناك منهم يتركون الدعاء جملة هؤلاء يسمون أهل العناد أهل العناد والتمرد هؤلاء لا يرجون رحمة الله ويتركون الدعاء فمه ولسانه وقلبه لا يكاد يدعو الله تعالى هؤلاء يسمونهم أهل العناد والتمرد وهناك صنف آخر من الناس يدعون الله تعالى فقط عند الحاجة وعند الإضطرار لما يصيبهم أمراض أو فقر أو ظلم أو غير ذلك ولا يستطيعون التخلص منه هؤلاء أصحاب الإضطرار هم الذين قال فيهم الله تعالى أم من يجيب المضطر إذا ذعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون لكن الصنف أهل الإيمان واليقين يدعون الله في كل وقت وحين يدعونه بالحال والذكر كما جاء في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يكون دوما في دعاء وذكر على كل حال لكن لما تكون كما في وقتنا هذا أزمات شديدة والأبواب مغلقة ولا أحد يقدم لك المساعدة من البشر ينبغي أن تتوجه إلى رب البشر وتدعوه دعاء صادقا وهو القائل سبحانه وتعالى وقال ربكم ودعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودعوني أستجب لكم والله تعالى وعدنا بالإجابة وقد أخبرنا القرآن العظيم عن قصص كثيرة للأنبياء وللمرسلين كيف واجهوا الظلم والطغيان وكانوا يفرون إلى الله ويطلبون منهم نجاة منهم مثلا سيدنا موسى الكليم عليه السلام لما اعتدى عليه فرعون واعتدى على قومه بماذا استنجد سيدنا موسى كان يقول رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين فأنجاه الله تعالى أنجاه من كيد فرعون وجعل فرعون من المغرقين وهكذا جميع الأنبياء وجميع الأولياء والمرسلين دائما يفرون إلى الله في كل أمورهم وأحوالهم عند الشدائد والمهالك والأخطار كما قال الله تعالى ثم ننجي رسولنا والذين أمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فطلب النجدة والاستغاثة لا تكون إلا من الله تعالى ويكفي أن نتصفح سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي غنية بالمواقف وبالشدائد وكيف كان النبي الكريم في اللحظات الحرية ماذا كان يفعل لما تكون قدرته محدودة ولا يستطيع خوض غمار ومسارعة الحياة ومشاكلها وهمومها كان يدعو الله تعالى بالنصر كان يقول اللهم اصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثة مني وانصرني على من ظلمي وانصرني على من ظلمني كثير ظلم النبي صلى الله عليه وسلم وببركة هذه الدعوة نصره الله تعالى بل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قلم يقوم من مجلس حتى يدعو الله تعالى بدعوات كان يقول اللهم اقصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك إلى أن يقول في الختام واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا وكان إذا اشتد به الظلم والعدوان أو الفقر أو الأمراض أو العناد أو التمرد من جهات معينة كان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول حسبنا الله ونعم الوكيل وفي السنة النبوية الشريفة نجد دعوات كثيرة جدا لطلب الاستغاثة ولطلب النجدة ولدفع ظلم الظالمين كثيرة جدا منها ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسامع كل شكوى يا شاهد كل نجوى يا علم كل خفية يا كشف كل كرب وبلية يا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ندعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت قلت حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب كان يقول لما ظلمه أهد الطائف كان يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت يا رب الناس إلى من تكلني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي وكان يقول الاستغاثة دعاء الاستغاثة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغتنا يا مغيث أغتنا واكتب لنا فرجا من عندك وهكذا أدعي كثيرة في الشدائد يقول اللهم جبرا جبرا اللهم جبرا 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 يليق بعظمتك وعفوك ورضوانك جبرا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء وهكذا كانت هذه الدعوات كثيرة جدا ومن هنا جاء ما يسمى بالدعاء الناصري الدعاء الناصري هو ذكره هذا الرجل الصالح وكان في زمانه فتن شهدها المغرب وأهل فاس خصوصا كانوا يسمونه بسيف ابن ناصر كان لما تشتد الأزمات يقرؤون الدعاء الناصري طالبين من الله الفرج يقول يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المدتر إنسان مدتر والأبواب مغلقة يدعو الله تعالى يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المدتر يا قريب العفو يا مولاه يا مجيب كل من دعاه تقول يا قريب كل الناس بعيدين عنك إلا الله تعالى هو القريب وكثير العفو يا مجيب كل من دعاه بك استغتنا يا مغيت الضعف فحسبنا يا ربي أنت وكف كان سيدنا النبي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل إذا ظلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بك استغتنا يا مغيت الضعف فحسبنا يا ربي أنت وكف فلا أجل من جليل قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك فالله هو الجليل وهو القدير وهو العزيز وهو صاحب السطوة وصاحب القوة لقهر ملكك الملوك تخضع تخفض رغما من تشاء وترفع ملوك الأرض الزعماء الرؤساء الدول المؤسسات المنظمات كل شيء ربنا هو القهار اسمه القهار لقهر ملكك الملوك تخضع كل البشر يخضع لمولاه لمالك الملك فربنا يرفع أقواما ويضع أخرين تخفض رغما من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده الأمر هو أمر الله لا شيء في الوجود سوى الله ولا آمر ولا ناهي إلا الله سبحانه وتعالى هكذا يره أهل الله لا يرون في الوجود إلا قدرة الله ورحمة الله وجلال الله والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده ثم يقول وقد بسطنا أمرنا لديك وقد شكونا ضعفنا إليك أهل الإيمان واليقين لما يقع لهم الظلم أو يقع لهم الفقر أو يقع لهم المرض أو يقع عليهم الاعتذاء فإنهم لا يقدمون الطلابات الاستعطافية لأمثالهم من البشر وإنما يتوجهون إلى رب البشر ولا يحتاج أن تكتب رسالة أو أنك تكتب كتاب وإنما ترفع يديك إلى السماء ارفع تدرع بخشوع وقد بسطنا أمرنا لديك وقد شكونا ضعفنا إليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحمة ربنا هو الذي خلق القوة وخلق فينا الضعف فهو يعلم قدراتنا وضعفنا وهو سبحانه وتعالى رحيم وكاثبا على نفسه الرحمة فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحمة وانظر إلى ما مسنا بين الورى فحالنا من بينهم كما ترى الله تعالى معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا فالدائي يقول انظر يا رب انظر إلى ما مسنا بين الورى انظر ماذا مسنا بين الناس انظر إلى أحوالنا انظر إلى ما أصابنا من أمراض أو ما أصابنا من ظلم ومن عدوان فحالنا من بينهم كما ترى ونحن يا من ملكه لا يسلب لدنا بجاهك الذي لا يغلب نحن لم نقدم طلبات إلى البشر أو إلى مؤسسات أو إلى منظمات أو إلى أقوية وزعماء وإنما قدمنا استغاتتنا لمن ملكه لا يسلب ولمن جاهه لا يغلب الله سبحانه وتعالى هو القدير على كل شيء إليك يا غوت الدليل نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد الغوت الاستغاثة فالله تعالى هو ملجأ المستغيثين وسندنا هو الله تعالى وهو داللنا ونحن في كهف فقراء ضعفاء في كهف مظلم ضيق ضعفاء ولكن على من نعتمد نعتمد على الله وعليه نستند منك العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي العناية لا نلتمسها من البشر لا نلتمسها من أي جهة معينة وكي من الله وحده لا شريك له العناية والحماية أنت الذي تهدي إذا لللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا بمعنى قد يكون ما أصابنا من أمراض أو من فقر أو من ظلم أو من عدوان قد يكون بسبب ذنوبنا قد يكون بسبب تفريطنا قد يكون بسبب غفلتنا فنحن نستغفرك يا الله ونتوب إليك إذا ضللنا وإذا زللنا فأنت قد كتبت على نفسك الرحمة وأنت الذي تعفو إذا زللنا يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره لا ننادي أحد سوى الله هو واسع الإحسان وسعت كلما خلقت علم ورأفة ورحمة وحلم فنحن عندنا يقين بأنك يا الله رغم ظلمنا ورغم ضلالنا ورغم زلاتنا ورغم سيئاتنا فنحن نعلم بأنك واسع الإحسان وأن رحمتك ورأفتك وحلمك وسع الجميع فنحن كل البشر ما عندهم رحمة ما عندهم رأفة ما عندهم حلم البشر يظلم أخاه البشر ولكن الله تعالى سبحانه جل علاه رحمته وسعت كل شيء وإحسانه ورأفته ورحمته رحمته وحلمه لا حد لهم وقد مددنا ربنا الأكفة ومنك ربنا رجونا اللطفة وقد مددنا ربنا الأكفة ومنك ربنا رجونا اللطفة فنحن لا نمد أيدينا للبشر لا نمد أيدينا إلا لرب البشر وهو سبحانه وتعالى نرجو منه النطف لأنه هو اللطيف الله لطيف بعباده فأبدل اللهم حال العسري باليسري وامددنا بريح نصري الله تعالى قدير يبدل غدا إن شاء الله تشرق الشمس يوم جديد ويكتب لنا قدرا جديد فيبدل أحوالنا من حال إلى أحسن حال يبدل حال العسر بحال اليسر ويمدنا بالقوة ويمدنا بالنصر فأبدل اللهم حال العسر باليسري وامددنا بريح نصري وكلنا ولا تكن علينا ولا تكن طرفة إلينا كن مع الله كن مع الله يحتار فيك عدوك ولا تكن يا رب علينا بدنوبنا وبزلاتنا يا رب يا رب بك التوسل لما لديك وبك التوصل لنتوسل بأحد ولا نبدأ الوصل إلى أحد سوى لله تعالى يا رب أنت ركننا الرفيع يا رب أنت حسننا المنيع الحماية الحقيقية لا تكون إلا من الله هو الركن الرفيع وهو الحسن المنيع ومن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم نلتمس هذا يسمى تذرع ويسمى خشوع نطلب المنا من الله علينا لأنه كريم نطلب العطفة لأنه حليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك الله تعالى هو رحيم بعباده ونعمته واسعة وخيره كثير نطلب منه المنا والعطف والحلم وأن ينشر علينا الرحمة ويبسط علينا النعمة وانهج بنا يا رب نهج السعدة واختم لنا يا رب ختم الشهد وانهج بنا يا رب نهج السعدة واختم لنا يا رب ختم الشهد يعني أن الإنسان إذا عيشنا يا رب في الدنيا إذا كنا سنعيش فاعطينا نهج السعدة نكون سعدا في حياتنا بصحة وعافية ورزق وفير وراغض في العيش وإذا كنا سوف نرحل من دار الفناء إلى دار البقاء فاختم لنا يا رب ختم الشهداء نموت بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهداء هم أعظم الدرجات عند الله أحياء عند ربهم يرزقون وانهج بنا يا رب نهج السعداء واختم لنا يا رب ختم الشهداء وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل دعاء أن الدين جاء للحياة جاء لإصلاح الأوضاع جاء لجمع الشمل جاء لخلق التعايش وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل وقضي لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة نريد أن يقضي الله تعالى كل أغراضنا المختلفة من صحة من إيمان من أولاد من مجتمع من سلم من أمان كل أغراضنا المختلفة وقضي لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة أقسى الأغراض هي أن نعرف الله معرفة الله هذه هي منتهى المقاصد والأغراض أنك تتعرف إلى جلال الله وعظمة الله ويختم هذا النظم هذه القصيدة الرائعة الطويلة بقوله يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي دائما الإنسان لا ينبغي أن ينسى بأنه ينتمي إلى دين وينتمي إلى أمة وينتمي إلى ملة نطلب من الله تعالى أن ينصر ديننا المحمدي دائما نقول في دعائنا اللهم انصر الإسلام واجعل رايته خفاقة في كل مكان واجعل ختام عزه كما بدي الدين المحمدي بدأ بالنصر وبدأ بالعزة ونزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ونزل بعدها قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح كل هذا نصر للدين المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي أن يبقى النصر لهذه الأمة إلى قيم الساعة هذا باختصار شديد أيها الأحباب الكرام ما يسمى بالدعاء الناصري وهو طويل جدا أخذت منه فقط مختصرات للولي الصالح الشيخ سيد محمد بن ناصر من علماء المغرب وقد نظمه في فترة كانت البلاد تعرف الفتن وكانت الدنيا من حولنا فيها صراعات وفيها خلافات كانت هناك إما مجاعات وإما غلاء أسعار وإما زلازل وفيضانات وإما حروب وإما هجوم للأعداء على بلاد الإسلام أو غير ذلك فكان يقول هذه القصيدة يا من إلى رحمته المفر ويا من إليه يلجأ المضطر وقبلها كان الصلحاء يبدأون هذه القصيدة يبدأونها بالهيللة ما معنى الهيللة أن يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله يعمرون بها قلوبهم ويعمرون بها نفوسهم ويعمرون بها أفوههم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يبدأون في التضرع وفي الخشوع ويقولون يا من إلى رحمته المفر ويا من إليه يلجأ المضطر فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نردد معاني هذه القصيدة السمية وقبلها نملأ قلوبنا ونفوسنا بكلمة لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله